يصادف هذا العام الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات وقيمت فعالية تحت عنوان بناء جسور المستقبل والتي تستضيفها الحكومة الإماراتية للاحتفال بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستمرت الفعالية الاحتفالية في وسط أبوظبي لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من أول نوفمبر وعرضت الفعالية تاريخ الصداقة الصينية الإماراتية الممتد على مدار أربعين عاماً في ثلاثة فصول الماضي والحاضر والمستقبل وتخللت الفعالية سلسلة من العروض المثيرة وأظهرت ورش العمل تفاعلية سحرية فريدة لثقافتين الصينية والإماراتية مما استقطب عدداً كبيراً من السياح والزوار إنها فرصة جيدة لكثير من المواطنين لتعرف على ما حدث بين الصين وإمارات والصداقة التي دامت أربعين عاماً بين البلدين لقد كان هذا وقتاً مهماً وكانت فعالية اليوم مثيرة لاكتمام للغاية نتطلع إلى مستقبل أفضل للعلاقات الصينية الإماراتية خلال الأربعين السنة القادمة ومع بعدها ونأمل أيضاً أن تتمكن الإمارات من الاستمرار في قيادة الدول في هذه المنطقة للعب الدور النموذجي في التدوير تعاون والصداقة بين الشعوب ونأمل أن تتحسن العلاقات بين الصين والإمارات أكثر فأكثر يمكنك أن ترى أن هناك العديد من أناصر التبادل والتعالم المتبادل بين الصين والإمارات في الفعالية بكمالها وخاصة أواجه التقاطع بين الشاء الصيني والقهوات العربية وكذلك بين الاعتعيمة الصينية والاعتعيمة العربية